السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي المشاهدين مرحبا بكم على قناة دنيا وديني هو معكم حيدر جبار بينما كنت أقرأ صدفة رواية هي عبرة عن نصيحة من الإمام علي لابنه الحسن عليهما السلام يقدم له فيها أربع عادات لصحة أفضل هذه النصائح الأربع تتطبق تماما مع ما ينصح به اليوم أطباء الغرب ومتخصصي التغذية في عصرنا الحديث لأجل الحصول على صحة أفضل بل هذه النصائح تعتبر من أجود طرق الحمية لمن يرغب بإنقاص وزنه والحفاظ على كفاءة جهازه الهضمي أربع عادات بسيطة في متناولك عزيز المشاهد ما هي؟ تابعوا معنا الحلقة أوصى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ابنه الحسن عليه السلام قائلاً ألا أعلمك أربع خصال تستغني بها عن الطب؟ فقال الحسن عليه السلام بلا يا أمير المؤمنين قال لا تجلس على الطعام إلا أنت جائع ولا تقم عن الطعام إلا أنت تشتهيه وجود المضغ وإذا لمتفع رض نفسك على الخلاء فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب من هذه الرواية تظهر لنا أن هذه العادة الأربعة وهي العادة الأولى تناول طعامك وأنت جائع بعض الناس يأكل ليعيش في حين يوجد من الناس من يعيش ليأكل يا ترى إلى أي فريق تنتمي أنت الغاية من تناول الطعام هي إخماد الشعور بالجوع ومد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها للاستمرار في الحياة لكن الكثير مننا يتناول الطعام لأنه لا يجد شيئاً يفعله أو لأن تناول الطعام يشعره براحة نفسية وهنا تبدأ أول خطوة نحو عادات غذائية سيئة ونظام غذائي غير سليم تأكد أولاً من أنك جائع عندها تناول طعامك ثانياً اعرف متى تتوقف عن الأكل قد تلتزم بالنصيحة الأولى ولا تأكل الطعام إلا وأنت جائع هذا أمر جيد لكنك قد تستمر بتناول طعامك إلى حد الثخمة إذن متى يجب عليك التوقف عن الأكل النصيحة الثانية ببساطة وهي توقف عن الأكل وأنت لا تزال لديك رغبة بتناول المزيد ومما قد يساعد على تبني هذه العادة الصحية الجديدة هي استخدم صحناً لتناول الطعام أصغر من صحنك الاعتيادي واخذ قرار التوقف على الاستمرار في تناول الطعام بمجرد شعورك ببداية الشبع مع وجود رغبة بتناول المزيد فهذه هي النقطة الفاصلة والمؤشر الذي أنت بحاجة إليه لكي تتوقف عن تناول الطعام ثالثاً مضغ الطعام بطريقة جيدة عملية المضغ الصحيحة مهمة جداً لأنها تؤدي ليس فقط إلى تخفيف الوزن ولكن أيضاً إلى تحسين الصحة بشكل عام والحفاظ على سلامة الجهاز الهضمي المضغ الجيد يسهل على الأمعاء عملية امتصاص العناصر الغذائية من الطعام وتؤدي إلى أن يعتاد الإنسان على اللقمة الصغيرة لأنها أسهل عند تكرار المضغ كما يصبح الإنسان واعياً بمقدار ما يأكل والتلذذ بطعم الأكل في فمه فيشعر بالرضى والشبع بشكل أفضل مما لو تناول طعامه بشكل سريع رابعاً تنظيف القولون بشكل يومي يجب علينا التأكد من تنظيف القولون بالذهاب إلى الحمام عندما نحس بذلك وأن لا نترك الفضلات ونحبسها لفترات طويلة فقد تحدث بعض المشاكل لا قدر الله في إزاء القولون حيث قد يزيد الضغط داخل القولون ويؤدي إلى مشاكل وحدوث انتفاخات في القولون قد تكون بداية للمشاكل الصحية بعض الناس يواجهون مشاكل القبض وعدم تمكنهم من تنظيف القولون بشكل يومي وعادة ما يكون سبب ذلك راجعاً لطبيعة الطعام الذي يقومون بتناوله فكلما كان الطعام الذي يتناوله الإنسان غنياً بالألياف والخضراوات والسوائل كلما كانت عملية تنظيف القولون عملية سهلة بسيطة وصحية على عكس عندما يقوم الإنسان بالإفراض في أكل اللحوم والمواد الغذائية قليلة الألياف هذه النصائح الأربعة التي ذكرناها كفيلة بدفع الكثير من الأمراض عن الإنسان وقد انتبهت العرب إلى أن الإفراط في الطعام له ما له من أمراض وأعراض تؤثر على صحة الإنسان فقالت العرب المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء أما أروع ما قرأت عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وهي نصيحة لو استعملها الناس لسلموا من كثير من الأمراض قال صلى الله عليه وآله ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقوم من صلبه فإن غلبت على الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس بمعنى أن الإنسان تكفيه لقيمات يستعين بها على تقوية جسده والانتفاع بها في الاستمرار بإداء وظائفه وإن كان ولابد أن يزيد عن اللقيمات وأراد أن يكثر من تناول الطعام ليصل إلى أقصى حد ممكن فهنا قال النبي صلى الله عليه وآله بأن الحد الأقصى لما يجب على الإنسان تناوله هو أن يملأ ثلث معتته بالطعام وثلثها للماء أو غيرها من السوائل والثلث الأخير يبقى فارغا أقول مرة أخرى أن هذا يعتبر الحد الأقصى من تناول الطعام ولا يعتبر الحد الأدنى كما يعتقد الكثيرون ما يعني أن عادتنا الغذائيه اليوميه التي نقوم فيها بملء معدتنا بالطعام حتى لا تبقى فيها أي مساحة خالية سواء للماء أو للهواء ليست طريقة صحية فحسب بل تخالف التعاليم النبوية التي تحرص على الرقيب الإنسان للمؤمن في جميع مجالات حياته أتمنى لكم جميعا أحبتي تمام الصحة وموفور العافية وأشكركم على حسن المتابعة كان معكم حيدر جبار أراكم إن شاء الله في حلقة جديدة على قناة دنيا وديني وإلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته